هابد عن الكرة شوية بس حرجع تاني عندنا بطلتنا ونجمتنا نهل رمضان وحكون صريح نهل رمضان اياما اسعدتنا كمصريين بمدليات في بطلات عالم للنشئين والشباب والكبار وتعرضت لمشاكل وازمات وكان بيدربها والدها الكابتر رمضان وكل الولاد والبنات دول طالعين من ملاك الشباب من عندها صغيرة يعني لكن في رفع الاسقال وفي المسارعة وفي اللعبات دي بيبقى عندهم نجاحات لانها لعبة فردية فبتعتمد على الجود الذاتي يعني ولو قدرت لضيبونا صور لايف حلوة من الملاعب لنهل رمضان وهي بصحتها وهي بترفع الحديد ده وهي بترفع اسم مصر بتحقق بطلات يبقى كترقال في خيرك ولو اكتفيتوا بالصور برضو احيانا تغني يعني نهلة رمضان حصل لها مشكلة ودي بتحصل على فكرة مع رفع الاسقال ومع كتير من اللعبات الفردية وكانت تم اقافها بسبب منشطات لانه دول بيشتغلوا لا بدكتور ولا بنظام غذائي فالمكملات للغذائية والحاجات اللي بياخدوها دي بتعمل مشاكل بتخش في دوامة منشطات ودي بتدخن في ازمات كبيرة جدا ودايما كنا بنحكي عنها ودايما كنا بنحذر منها ودايما كنا بنقول الناس والولاد خلي بالكم لانهما غلابة هما ما عندهمش هما يعني خذي يا بنتي كولي ده اشربي ده بل بعدة بتاخدو توقف عندنا يعني محمد اهاب ظلمان توقفت عندنا صارة سامير ورجع تحقق بطلات وناس كتيرة جدا من الابطال وحرمنا من الالومبياد بسبب الاهمال لكن ماشي تضيع مديليا احسن ما يضيع بني ادم نهلة رمضان الان بتضيع لان نهلة مريضة والمرض وصل الى ضمور العضلات ومدربها كابتن خالد قراني طلع وتكلم وقال العلاق في الخارج هل في علاق في الخارج ولا لا المتحدث الرسم باسم وزارة الشباب السيد محمد الشازلي قال ان احنا مش هنسبها وانه حيكون فيه تناول خاص لملف اصابة نهلة رمضان المصابة بضمور في العضلات وانه فيه عناية شديدة جدا وانه الوقوف جنبها ده واجب وعندنا الامكانيات ان احنا نقف بجوار اي بطل رياضي في مصر وانه احنا هنتحرك بسرعة وكمان قال ان احنا توصلنا مع المسؤولين واحنا جنبها في العلاق في الفحوصات في اي تكاليف وانه وزارة الشباب الرياضة حتتحمل كل التكاليف وقال احنا ما كانش عندنا علم انها دخلت احدى المستشفيات لكن توصلنا وبعتنا خطاب رسمي لمساعدتها وتعهدنا ان احنا هنرعاها حتى النهاية وده شيء محترم وغير يعني مستغرب على السيد الوزير دكتور اشرف صبحي وقيادات الوزارة لكن انا ارجو انه يتم زيارة ويتم فحص الملف الطبي ويتم الاعلان عن الحالة اذا كان في الامكان اذا كان ده هيبقى فيه مساعدة لحل ازمة نهلة رمضان لان عندنا ربنا يشفيه وعفيه مؤمن زكريا ما هو بيعاني بس يعني كلنا بنحاول والنادي الاهلي مشكورا عمل دور جيد برزنتيشن عملت دور جيد الشركة المتحدة عملت دور جيد تسكرتي عملت دور جيد ويعني بقدر امكاننا دي سموحها عمل دور جيد وهكذا فاتمنى انه بطلتنا دي يتم حتى رعيتها تشعر بالرعاية وبالاهتمام طالما ياما اسعدتنا وياما جابت مدليات وياما جابت بطولات هي بتدفع تمن انه ما كانش فيه رعاية تمن ان احنا مزاي برا لما بيطلع علينا عندنا بطل ما بناخدوش في حضننا كرم جابر لما خد المدليات ده في قاتنا قلت انا فاكر بالزبط كده قلت حضانة وحطه كرم جابر فيها حضانة يعني معسكر يعني تدريبات يعني حزم يعني ضبط يعني يعني كانت النتيجة انه اه بعدها بدورتين خد فضية وكان ممكن كرم ده يجيب لنا في كل الدورات الولمبية مدليات وكان زمانه مستمر حتى هذه اللحظة لكن كرم دورات مستمر في التمثيل على فكرة مش عيف فيه ابطال مصارعة كتير بيروحوا للتمثيل وابطال ملاكمة وكده ما عنديش مشكلة يعني لكن كان لازم يكمل وعندنا ابطال كتيرة بهذا الشكل وبهذا الشأن يعني لكن هنا الامر معناها الى مختلف هنا الامر متعلق بالحياة فاتمنى انه ان شاء الله يعني ربنا يشفيها ويعفيها يا رب بإذن الله